هؤلاء الناس معدومين من الخير ولكن الخير اللي فيهم قليل أو أن الخير الذي نراه منهم هو لمصالح الدنيا فقط تلقى واحد كافر ما هو مسلم لكنه أمين صادق الكلمة في بعض الصفات الطيبة لكنه كافر وهذا ضيء حق الله عز وجل في العبودية فالله سبحانه وتعالى الذي لا يعطيه حقه في عبادته عز وجل الله لا يعطيه شيء من رحمته ولذلك الكافر يتمتع في الدنيا الله يعطيه فرصة في الدنيا يتمتع لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا يعطيه فرصة في الحياة الدنيا يتمتع وياكل ويشرب ولكن يوم القيامة ما عنده ما عنده شيء يعطاه من الله عز وجل ليس له شيء فالله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الكافر فيقول الله سبحانه وتعالى لو كان لك مثل قراب الأرض ذهبا أتفتدي به طبعا هذه لوم القيامة الله يتكلم هذا الكافر و حوار بين العبد هذا الكافر مع الله سبحانه وتعالى لو كان لك مثل قراب الأرض ذهبا أكنت مفتديا به يعني تدفع عجلس ما تدخل النار فيقول بلى يا ربي فيقول الله سبحانه وتعالى إني طلبت منك أدنى من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بشيء فأبيت إلا الشرك فلك النار عقوة الله عز وجل ولذلك هناك من ينظر إلى هذه الأمور بنظرة أخرى بعضهم يقول طيب هذا نحن في الدنيا هذا الكافر اكتشف السيارة واكتشف الكهرباء واكتشف المكيفات والطيارات وهذه الأشياء نحن كمسلمين نستفيد منها نقول صحح مفاهيمك وظنونك التي تظنها بأفكارك الخاصة الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق علشان يعملون هذه الأشياء فقط الغاية الأكبر من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا من حقائق الأمور التي جاء بها القرآن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا فهذا المشرك وهذا الكافر لا يقبل الله منه العمل الذي يعمله ولكن إذا عمل شيء طيب فهذا فيه الإنسانية الله بكافأ في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اكتشف هذه الإلكترونيات و هذه الآلات استفاد منها الناس لكن تبقى قضية مهمة هل هو أراد بها الأجر من الله أم لا أراد فيها الدنيا فإذا أراد فيها الدنيا الله يعطيه يعطيه تجده عند شركة و عند أموال و يتمتع في هذه الدنيا ولكن لم يؤدي العمل المطلوب منه الذي من أجله خلق و هو أن يعبد الله و لا يشرك به شيئا عزيزي المشاهد في نهاية هذه الحلقة استودعك الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة